بعد أن انطلقت التظاهرات الاحتجاجية للمغتربين السوريين في أغلب العواصم للتعبير عن تضامنهم مع ثورة الحرية والكرامة بدأت مؤخرا الجالية السورية تنظم آلية عملها ليكون دورهم أكثر فاعلية في التأثير على الرأي العام العالمي صفحات على الفيسبوك أرادوا عبرها تكثيف الجهود والتواصل بين بعضهم إحدى هذه المبادرات حملت اسم مظاهرات الجالية السورية لدعم الثورة القائمون على هذه الصفحة بدأوا الدعوة لتنظيم مظاهرات موحدة بتاريخ معين وتسمية خاصة يتم الاتفاق عليها أسبوعيا في كل العواصم الأجنبية مما يضفي بعدا إعلاميا وسياسيا داعما للثورة ووفقا لما دعت إليه هذه الصفحة فمن المتوقع أن يشهد يوم السبت المقبل أولى هذه الفعاليات تنسيقية المقتربين السوريين لدعم الداخل مبادرة أخرى يعمل عليها المقتربون حيث تم رصد عدة مجموعات تقدم الدعم بمختلف أنواعه حيث أعلن القائمون عليها بأنهم بدأوا العمل عبر قنوات اتصال مع التنسيقية في الداخل بحيث يتم تقديم الدعم بناء على الاحتياجات المطلوبة تجارب الشعوب أثبتت أن الثورات المصيرية بحاجة لتضافر كل الجهود الشعبية لإنجازها والثورة السورية التي قطعت شوطا مهما على طريق تحقيق غاياتها تبدو الآن بحاجة لأي جهد سوري أينما كان وهذا ما عرفه بالضبط السوريون المنتشرون في كافة أسقاع الأرض